أنتقل إلى سيد جولي معلش هو سؤال يمكن يكون خاص ولكن من جوابك إحنا بنحاول إنه نأخذ رسالة للعالم بتشوفنا موضوع شعرك موضوع تغيير شكلك حركتك في البيت أمام أهلك وأبنائك هو شعر سر الجمال فكتير كان صعب لما عرفت إنه رح أعمل كيمو ثيرابي وأكيد رحيو عشعري كتير كان صعب إنه تقبل الانشي هذا وتأكدت من دكاترا أكيد رحيو عشعري أكيد نعم مش احتمال أكيد الأكيد فعندي بنتي وابني ومشاني أنا كمان قررت إنه قل شعري بمراحل مشان أساعدهم تغيير شكلي ويتقبلوا كل شي فأول إشي لما عرفت أخذت بنتي عصالون رحنا قصينا شعرنا ولما شافت إنه شعري كان لخسري فلما شافت إنه قصوا لي شعري لكتفي هنا نجنت إنه إيه الشعر ماما طويل بتحب كتير كيف يقصوا شعر ماما فكتير كان صعب عليها فقلت لازم أظنني أعمل الشيء هذا فبعد العملية قصيت شعري لهون وصارت تقبل شوين أوكي حيلي مش بطال وبعد الأول جرعة الكيمو حكولي قبل التانية أكيد رحيو عشعط كل شعرك أوكي بعد التانية قبل التانية سوري بأكمن يوم وأنا بالحمام كتت نصف شعري وقع والنصف الثاني عقد فطلت من الحمام وما ما قصت لي شعر العقد كله وقعت بنتي جنبي وشبت لها كيس والحي بتي قاعدي امسكي شعري ما تشدي بس امسكي وهي تمسكه ويطلع بإيديها وتحطه بالكيس واستغربت واو ايش هذا وتحطه بإيديها بالكيس وبالآخر قلت لها ما عليش اروح احلق عشعري قلت لي اه تفضلي ما عليش وتيجي معي قلت لأفاجئيني فروحت عالصالون شان احلق وبرضو مشان انا كمان شوي شوي اتقبل شكلي اشوف كيف حيصير برضو اصطلي شوي شوي اول اشي كانوا علي تلعت اربعة سنتي لما شلية وانو ايش عالي طويل وصار هيك انو اصير بس الاكتر من هيك شفت الشيب ايش هذا الشيب للبراسي اللي عم بتضغطه انو فانصدمت فقلت له احلق كمان حلق كمان بالاخر طول خلص شيله كله احلق كله فعالصفر و بالعكس التحت اكتر لما شفته هيك عالصفر فحطت الحمر و حطت الاحلاء وكان شتوي وقتها ربست الطائية و روحت عالبيت شتها وفاجأت ولادي وابني بيجي واو وماسك الصلعة واو وابنتي اه حلو اوكي قابل وقسمت وراحت هلا انا كمان احضر حالي شريت اكمن بروكو الشعر العادي هيك وبرضو مشان خلي الامور هيك شوي مش اكتع بس اشي هيك وليت شريت شتعب احمر و الاصفر و الازراء و ملون بس هيك هفن ومناسي وقت شريت اكمن سكارف انو واحدة صاحبتي كانت امرت نفس الشي وكانت تلبس سكارفز والحلاق واشي تجيبس له كتير كان فضيع قد انا اجرب نفس الشي فادما بعد ما حلاقت جربت ألبس البروكو جربت سكارف وصراحة ما حبيتو علي مرتحت بالمرة فالقرات خلاص انا رح اضني هيك والصالعة ومبسوطة فيها وكلما اروح محل البس طقيع الطريق اوصل هناك اشلحة بيت ناس اروح شعبين اروح اطلاع هيك مشوار و الناس يطلعوا علي في ناس اني يبتسموا هيك وفي ناس انو منصبين ايش هادا يطلعوا علي بس انا اكون مرتاحة خلاص انو حسيت الشعر مش راح يأثر على ثغتي بنفسي وان شاء الله وانو الناس اللي ميشوفوني بيحبوني مشان الجو مش مشان البرع اشتركوا في القناة